اعقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقادة الثاني في الفصل التشريعي الرابع برئاسة معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيسي المجلس هذا ووصل المجلس بناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس آراء متباينة ووجهات نظر بدت متضادة شهدتها جلتة الشورى الرابعة حول تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروعي قانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس فبين مؤيد لأن يكفل القانون علاج الأجانب المصابين بالمرض مع إبقائهم في وظائفهم داخل المملكة ومعارض يرى أن دولة العامل الأجنبي هي المسؤولة عن علاج رعاياها البحرين فيها نسبة كبيرة من الأجانب وأغلبية الموظفين والعاملين هم أجانب البحرينيين مثلون 23% في القطاع الخاص و77% في هذا المجال كذلك نحن ربما نخالف قوانين منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن أنا ودي أعرف من وزارة الصحة ما هي قوانين منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن لما نخصص الأجنبي بترحيله فهذا يعتبر تمييزاً فإحنا عندما نبعد هذا الشخص أو نفصل هذا الشخص من العمل أو الأجنبي بترحيله فهذا من باب أن ندرأ الخطر على نفسنا أنا إذا كان في حماية البحرين والمواطنين والمقيمين ويطلب الأمر عندي أن هذا الإنسان لأدخلته وأصيب مرض أن أبعده لا أعتقد في هذا الأمر أي منافى لحقوق الإنسان وفي سياق ذيصلة رأى المجلس أن أحد مواد مشروع القانون وهي المادة الحادية عشرة التي تتعلق بحضانة أطفال المصابين بالإيدز تتعارض مع قانون الأسرة مما استدعى حفها نحن رأينا بأن هذه المادة تتعارض مع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للشاق السني التي فيه مادة بالنسبة لما يتعلق بالحضانة واضحة بالإضافة أن لا يمكن أن نوافق على مواد تتضرب مع قانون الأحوال الشخصية لأن هناك آلية حددها القانون بالنسبة للتعديل قانون الأحوال الشخصية بالإضافة بالنسبة للحضانة كما هو متعرف عليه شرعا أن الحق الحضانة هو ليس حق للحضن بل حق للمحضون ومن الضروري أن بالنسبة للحضن يجب مراعاة عدة اشتراطات منها سلامة الحضن وعلى الرغم من أن المجلس أحال مناقشة بقية مواد القانون للجلسة القادمة إلى أن لجنة الخدمات شددت على أن مشروعي القانون يحققان عدة مبادئ دستورية أهمها تكفل الدولة بتقديم الرعاية الصحية والوقاية والعلاج وتوفير جميع الوسائل اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة ومنها مرض نقص مناعاء الإيدز بالإضافة إلى تنسيق الجهود الرسمية للحد من انتشاره بوضع تقنين يحدد الإجراءات الوقائية وتنظيماتها وبيان حقوق وواجبات المتعايش مع هذا المرض ودور الجهات الرسمية إزائه سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ناقش مجلس بلدي المحرق في جلستها اليوم عددا من المواضيع الحيوية والقرارات الواردة من قبل اللجانة المجلس طالب بالمزيد من الصلاحيات في اللجنة التنسيقية التابعة لدائرة التخطيط العمرانية شدد أعضاء مجلس بلدي المحرق على الضرورة أن يكون لأعضاء المجالس البلدية المزيد من الصلاحيات من خلال اللجنة التنسيقية للتخطيط العمراني والمشكلة من قبل وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعض الأحيان هنا المواضيع التي تحول من المجالس البلدية إلى التخطيط العمراني تأخذ وقتها فتشكيل اللجنة هذه رح تحل مشكلة تأخر المواضيع هذه والبت في دراستها والبت في قراراتها اللغة التي يدار حول مسألة أن اللجنة هذه قانونية أو غير قانونية أو خلافة نحتاج أن نحل مشكلتين أو نحل نقضتين نحتاج أن نعرف بالضبط آلية عمل اللجنة ما هي المواد إذا كانت موجودة لتداخلات مع صلاحية عمل المجالس البلدية هذه نحتاج أن نفهمها ونحتاج أن أحد من الأخوة في التخطيط العمراني يشرح لنا آلية عمل اللجنة هذه هذه من جانب من جانب آخر نحتاج أن المواضيع التي تحول من المجالس البلدية تعطى الأولوية والاهتمام الأكبر في الاجتماعات هذه كما تمت الموافقة على حملة توعوية لحث أولياء أمور الطلبة على استخدام المواصلات العامة التي توفرها وزارة التربية والتعليم للحد من الإزدحامات المرورية وإيجاد بيئة آمنة لطلبة المدارس يكون هذه بعد من الباصات هذه يكون للفئات العمرية اللي هما الابتدائي والإعدادي والثنوي مثل ما كان نحن الآن عندنا في اللي هو الجامعة وهي طبعا هذه بحد لنا من الإزدحامات المرورية اليومية في طبعا المدارس خاصة يعني اللي يوصل أبناء يوميا هذه كذلك هذه بعد هو بيستفيد أنه بيلحق على عمله اليومي بانتظام من جانب آخر وضع المجلس عددا من التصورات لبعض المشاريع الفردية وناقش مدى جدواها من عدمه ونسبة تأثيرها على المنطقة كما ناقش آلية توزيع مصروفات المشاريع البلدية للمرحلة المقبلة خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين